موسيقى بالنسبة لفرص نسبة استحواز الحاجات دي كلها اه جالك فرصتين ثلاثة في الماتش لكن هما برضو الفرقة التانية جالها برضو ثلاثة اربع فرص وكان قريبين اللي هما يكسبوك والماتش كان اقوال وهو استحواز عنده اكتر الحالة الفنية بعيد تغييرات متأخرة بشكل كبير جدا وانا اول واحد بساند ميكالي من هنا وبقول اللي هو مدرب كبير جدا لكن ان انت تجيب اكبر لعب في المنتخب وكابتن المنتخب يبقى هو اكتر واحد عنده بار في الملعب بالنسبة اللي انا شايف في النني اكتر لعب في الملعب مؤثر مبارح وهايل وبياخد الكرة التانية وبيستحوز على الكرة وبيدافع كل حاجة كان نعملها مبارح بشكل كبير جدا واللعيبة للباقي حاسس اللي هما مغضودين الاجواء جديدة عليهم بره الحاجات دي كلها فوق كل ده ست سبع لعيبة مش اساسيين منهم النني عند يدهم مش اساسيين انت بتتكلم في تلاثة اربعة بالتوليفة دي فما طلعش اللي عنده ولا هو عنده احسن من كده المفروض ييظهر في الماتش الجاي هو عيد الامال الكبيرة علي لا طبعا عزيزو الامال الكبيرة عليه هو عزيزو ما كانش عنده مشاكل كتير في الماتش لكن المساندات بشكل عام من الفرقة مفيه يعني انت بتتكلم في مفيش يعني هو التوليفة ما ساعدتوش وهو كان اشتغل الكور السبتة كويس جدا اشتغلها كويس جدا في الماتش لكن برضو ما استفدناش بيها في الاخر من الحاجات اللي وصلت لنا وأتمنى إن شاء الله الشكل يتغير مين من الأسماء طيب اللي ممكن يبقى يبدأ أساسي إحنا عندنا مصطفى ساعد مثلا عندنا محمد حمدي الباك الشمال عندنا يمكن دول طبعا بلال مظهر وعمل تغييرات متأخرة أنا وجهة نظري التشكيل اللي موجود يقدر يبقى موجود بشكل كبير هو عنده شحاتة والنين دفاعيين بشكل كبير جدا فقدر أحط زيزو في نص الملعب ده وجهة نظري وابدأ مصطفى ساعد يمين ناحية اليمين وإبرهان عدل ناحية الشمال لا أسامة طبعا أسامة خبراته أكبر وطبعا كده كده إبراهيم عادل شمال قادرين نكسب أسباكستان يا كابتن عبدالجليل إن شاء الله طبعا يا كابتن وزي أنا مقيدك لأن أنا مخسرش طول الماتشات الودية مكسر الدنيا بميسي ووجع عدو أنا لازم اكتشف مكان لزيزو وانفع من ميسي ميسي وهو وبراهيم عادل أنا بقيد أحمد إن الرجل ده يلعب زيزو الشمال وابراهيم عادل فرقم عادي جد خلص الأهلي والمصري كام كام تلاتة واحد للأهل زمالكو بيرامدز شايف حساسات نين اتنين يا عمد كابتن أحمد أهلي ومصري الأهل هيكسف فرق جول زمالكو بيرامدز هنشوف التوقعات لا لا اسألنا وانت لا 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 شيخ وبيل لا أنا خلاص أنا خلطت مش حال أنا هنا ما بتوقع شكرا لكم كانت حلقة ممتعة بالنسبة لي إن شاء الله يكون الأستاذ محمد معاكم إن شاء الله بإذن الله يوم الحد للساعة 11 بشكر كابتن أحمد عيد شكرا جزيلا بشكر كابتن عبد الجليل شكرا جزيلا نلتقى على خير يوم الحد إن شاء الله